بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلطان عبد الحميد كاد ان هو يحبط مكر الانجليز ومكر الفرنسيين ومكر الالمان وكاد ان هو يقلب الطولة على رؤوس الافاعي فعلا كان عبقري لكن لما تتكاثر الافاعي فوق رأس عبقري واحد مهما كان عبقري ما عنده قوة كافية ان هو يدك كل رؤوس الافاعي في وقت واحد الخلاصة في النهاية لدغوه لكنه قبل فيهم بلاء حسنا ماذا فعل السلطان عبد الحميد يا ابو الابطال ركز معايا عشان اللي بيحصل للسلطان عبد الحميد اللي حصل للسلطان عبد الحميد بيحاولوا يعملوه النهاردة مع اردغان وقارن بندي وبندي هتلاقي الامور متشابهة الى حد كبير فركز معايا الكل يتآمر علي في البداية عايزة ادي لك انطباع ان قبل السلطان عبد الحميد الدنيا كانت خربانة والطبور الخامس كان يعني متغلغل في الدولة العثمانية بشكل كبير جدا وانا قلت لك ان هو يمكن كان متغلغل حتى من ايام السلطان سليمان القانوني يعني قبلها بمئات السنين لكن السلطان القانوني كان عنده قوة وكان بيطهر اول بول لكن السلطان عبد الحميد ما كانش عنده هذه القوة طيب التغلغل ده حصل ايه حصل تغريب في الدولة العثمانية والتغريب ده مش زي من انت متصور ان السلطان عايز يسيب الاسلام ويروح للغرب ده اللي حصل عمليا لكن هما الغرب جروخ الى هذا الامر بان هما خدعوه هما فهموه بشكل او باخر ان العلوم الغربية ليتها تفيد الدولة العثمانية وكده وبالتالي هو سمح بان هما ينشئوا المدارس وفي المدارسة والشباب خربوا عقول الشباب وبعد ذلك بقى اللي يدبعهم يدعموه وطبعا لما بيدعموه بقى وياخد فلوس وكده ولاء ولهم بيزيد وكده وبعد كده نشأوا شبكة رهيبة جدا من الطبور الخامس لاخد بالك تغير يهود الدنماء اللي هما بتاع محمد عزيزة فندي اللي هما تم انشأهم من عهد مصطفى محمد الرابع اعتقد يعني 1600 وشوية مثلا 1650 ولا كده فالخلاصة عشان مش عايزة ضيع الحلقة في ان انا اتكلم هنا وهناك الدنيا كانت خربانا دي الخلاصة فالسلطان عبد الحميد يعمل ازاي راح عمل جهاز مخابرات وده اول مرة الدولة العثمانية تعمل جهاز مخابرات من فترة طويلة جدا وبعدين اجهزة المخابرات حتى السابقة سواء كانت في الدولة العثمانية او العباسية او الاموية كان تركيز اجهزة المخابرات دي على مراقبة التحركات العسكرية وما كانوش منتبهين على المجتمع المدني من الداخل يعني الى حد كبير كانوا غفلانين على هذه النقطة على فكرة مخابرات الدول الحديثة النهاردة بتعمل ازاي بتعمل جهاز الامن الداخلي وجهاز الامن الخارجي والاتنين بيتبعوا جهاز المخابرات بس واحد فيهم بيبقى مهماته خارجية والتاني فيهم بيبقى مهماته داخلية انه بيتتبع الجواسيس في الداخل حركة المجتمع التجمعات الناس الطوائف اللي ممكن تعمل تكتل على الدولة يعني شغالين شغل طبعا اوسع من كده بكتير فارجع للسلطان عبد الحميد واقولك ان السلطان عبد الحميد لما لقى الدنيا خربانة كده وشعر ان اللي حواليه ما بيسمعوش كلامه ومش مدينه اهتمام يعني باختصار عايزين يقولوله ان احنا حطينا كتر طور لكن هو لم يقبل هذا الوضع راح عمل جهاز مخابرات خاص به هو لما عمل جهاز المخابرات ايه اللي حصل هم التانين مسكتوش ما هو واحد والتانين عشرات الافاعي انا حبيت اتتبع الجماعة اللي هم شكلوا اهمية في الطبور الخامس قلت لعلهم عشرة ولا خمستاشر ولا كلا لا يا ابو الشباب دول بالعشرات ويمكن بالمئات كمان لما اتوسع في البحث يمكن لهم بالمئات كمان الخلاصة اه لما السلطان رحمة الله عليه عمل جهاز المخابرات الداخلي اه وبدأ ان هم يتتبع بقى عورات المجرمين دول من الداخل ايه اللي حصل بدأوا ان هم يشوشوا عليه وشوهوه وشيطنوه عند الناس ازاي فطلعوا اشعاعات قوية جدا وكان هم مسيطرين على الصحف ومسيطرين على كل وسائل التواصل مع الناس ما كانش وسائل التواصل زي الوقت طبعا لكن كان فيه وسائل تانية بطرق مختلفة ومش عازة اخروا من الموضوع الخلاصة شنعوا على السلطان عند الناس انه هو عمل جهاز مخابرات عشان يتتبع الرعية وعشان هو طمعان في الحكم وعشان هو استبدادي وعشان هو ظالم وعشان 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 على فكرة السلطان في مذكراته الله يرحمه ويقول ايه بيقول نعم انا انشأت جهاز الجورنالجية اللي هو المخابرات يعني بيقول انا انشأت هذا الجهاز نعم ولكن لم انشئ هذا الجهاز لتتبع الرعية وتتبع المواطن وتتبع المواطن المسكين انا انشأت هذا الجهاز لما لقيت الصدور العظام في الدولة العثمانية الصدور العظام يعني رؤساء الوزراء المتعاقبين قال لما لقيتهم ان هما بيأخذوا في نعمة الدولة العثمانية وتغرقهم ومع ذلك بيخونوا الدولة العثمانية وبيخربوها لصالح الغرب ولصالح دول اوروبية مقابل ان هما بيخذوا منهم مال تاني ولذلك انا عملت الجهاز لها عشان يتتبع الناس دي وعشان اعرف هما بيعملوا ايه وعشان اوقفهم عند حدهم واعزل الفاسد واولي الصالح يعني انا طبعا شرحتها لك بشكل اوسع هو كلامك المختصر عن كده شوية لكن ده الفحوة يعني انا نقلت لك بتصرف عشان التوضيح السلطان عبد الحميد رحمه الله اطاح ببعض رؤوس الافاعي لكن اهم افعى فيهم كان واحد اسمه متحة باشا ومتحة باشا ده والشباب هو اللي قتل السلطان عبد العزيز فالخلاصة السلطان عبد الحميد فتح التحقيق من جديد وبعد كده نتائج التحقيق اثبتت ان متحة باشا هو اللي قتل مين هو اللي قتل السلطان عبد العزيز الاول عزلوه وبعد كده ايه قتلوه فالخلاصة حكم عليه بالاعدام طبعا المحكمة والمحكمة حكمت على متحة باشا بالاعدام وبالفعل دخل السجنة عشان ايه تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام عليه فايه اللي حصل سفراء الدول الغربية ضغط وضغط شديد جدا على الدولة العثمانية عشان خاطر ايه عشان خاطر ان هو يفرج عن متحة باشا او على الاقل عشان خاطر يخفف الحكم عليه عايزك تقارن الضغط اللي حصل على السلطان عبد الحميد اللي انا بحكيلك عليه ده مع الضغط اللي حصل على اردغان عشان يفرج عن عثمان كفالة لكن للأسف اللي حصل السلطان عبد الحميد وقع في الفخ وخفف الحكم عن متحة باشا وبعد كده قبل ان هو ينفى الى الطائف احكيلك بقية القصة الوقتي لكن اردغان الحمد لله لم يقع في الفخ لم يخفف عن عثمان كفالة وحطه في الحبس وهيطلع كل المعلومات اللي عنده بالقوة بس خد بالك ده مش معناه ان اردغان اذكى من السلطان عبد الحميد اللي اتنين فاهمين اللعبة واللي اتنين فاهمين الغرب واللي اتنين فاهمين الافاعي لكن الفرق الوحيد ايه الفرق الوحيد ان اردغان متمكن وضبط نفسه وعنده الرجال بتوعه وافشل الانقلاب العسكري وتمكن من ناحية العسكرية وطهر الاجهزة الامنية وطهر الاجهزة القضائية وضبط الدولة وبيضرب الرؤوس الافاعي بلا رحمة وبيقصها شديدة جدا لكن السلطان عبد الحميد ما كانتش عنده القوة الكافية انه هو يعمل الموضوع ده لو رجعت لك ابديهم شوية مثلا يعني ابو السلطان عبد العزيز اعتقد محمود التاني محمود التاني ده هو ضرب الانكشارية ضربة قوية لانه كان عنده خبرة برضه لكنه وقع في الفخ ورح في التغريب وكده يعني بتلاقي كل واحد فيهم بيمشي خطوة صح اتنين صح بيتفادى انه هو يقع في مصيادة في مصيادتين ولكن بيروح وقع في مصيادة تالتة الخلاصة ده يعني اللي حصل محمود التاني ده كان عارف ان الانكشارية دول هم الخطر الاكبر على الدولة العثمانية عارف الكلام ده منين من تواصل الاجيال لانه هو قبل ما يبقى سلطان كان مصطفى الرابع وكان في الوقت ده سليم التالت تم عزله وكانوا حطين محمود ده زي يعني زي وصيف او خدام او واحد يسلي السلطان سليم التالت فاللي حصل ان سليم التالت بدأ يتكلم معاه ويطلع له بقى اسرار وكده فاداله خبرة عالية جدا يعني كل خبرات سليم التالت اللي كانت عنده نقالها المحمود التاني والانكشاريين مش داريين اللي بيحصل غفلانين بيقولك ده سلطان معزول وده واحد خدام عنده يعني مش في دماغهم لان الانكشارية في الوقت ده كان هم اللي بيعينوا الكبار رجال الدولة حتى هم اللي بيعينوا السلطان نفسه فالخلاصة محمود التاني استفاد من خبرة سليم التالت ولما جاء بعد كده الانكشارية عزين سلطان جديد حطوا محمود التاني على الاساس انه خدام بقى وبتاع ومش هينفعوا كده راح هو ايه مسل بدور الاهبة للعبيط وفضل بقى من تحت يكون قوات ويتكون ولقات ويشوف المخلصين وكده لحد ما صبت قواته وبعد ما صبت قواته وايه اللي حصل راح اعلنها على الانكشارية ان هم لازم يطيعوا وقال انتوا عندكم فساد وكده يعني استضم معاهم فهم كالعادة هيقتل السلطان من وجهة نظرهم ويجيب واحد غيره دي الحلول فاللي حصل ان هم اتفجأوا ان محمود التاني مجهز جيوش وضربهم ضربة قوية جدا وبتقريبا قضى عليهم لكن وقع في الفخ بعد كده عموما محمود التاني مش الموضوع بتاعي بس انا بحب اجيب لك مختطفات عشان ابين لك ان الكارسي اللي بتحصل هنا بتيجي تحصل هنا بتيجي تحصل هنا على فكرة اردوغان برضو متشابه مع محمود التاني في حتة ان هو تجهز واستعد اليه لان اردوغان عمل شركة امنية اسمها سادات والشركة دي في ظاهرها ان هي شركة امنية لكن في الباطن هي قوات بتستعد لافشال الانقلاب العسكري اللي كان اردوغان عارف ان الانقلاب ده جي يعني جي فكان بيستعد له وعشان كده الاتراك استطاعوا ان هم يفشلوا الانقلاب العسكري خليني ارجع بقى للسلطان عبد الحميد رحمه الله السلطان رحمة الله عليه للأسف ان هو خضع للضغوط وخفف الحكم بالاعدام عن متحة باشا وخلاه حكم بالحبس مؤبد وبعد ذلك ايه اللي حصل الغرب كمان ضغط على السلطان عبد الحميد وبعد ذلك وافق على ان متحة باشا يخرج من السجن ولكن يتم نفيه خارج البلاد فاختاروا الطائف فراح تم نفيه في الطائف طبعا اللي حصل ايه ما المنطقة دي كلها ما تحت سيطارة الانجليز في الف وتسعمائة وشوية متوغلين الانجليز جدا برغم ان هم وجودهم العسكري ما كانش قد كده بس وجودهم المخابراتي هو اللي كان عامل الشغل كله فالخلاصة راح الطائف وبعد ذلك مات هناك مخنوق ومات في ظروف غامضة انا اتوقع ان هو ضغط على الانجليز او ضغط على الفرنسيين او ضغط على الغرب بشكل عام ان هو عايز شيء ما بيهددهم بفتح اسرار بيهددهم بمش عالف ايه لان هو طبعا بيتروش متهيقلوا ان هو لما يهددهم فالنتيجة ان هم ما يخضعوا لي التهديد لكن في الحقيقة اللي بيهدد الناس دي بيقتلوه وبلا رحمة ولما بيهددهم بيقولوا له خلاص وما تزعلش ودحنا معراضينا وكذا وطلبتك مجابة بس دينا فرصة عشان مش عارف ايه ويكسبوا الوقت الحد ايه ما جهزوا له الكفن وجهزوا له القاتل وطريقة القاتل اللي هيقتل بيها المهم خنق ومات مخنوق في الطائف في ظروف غامضة فارجع لي السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه مشكلته ان هو تقريبا كان لوحديه وبعد كده مش عارف يكون قوات زي مثلا محمود التاني لانه كل او اغلب من حاولوا ان هم يعني شغالين مع الانجليز ومع الالمان ومع الفرنسيين يعني خونا باختصار فهو بقى يحاول ينزل الى الشعب من تحته عشان يستقطب ناس عشان مش عارف ايه فلكن صعب صعب لانه هو في جاء في حالة كانت الدولة فيها يعني 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 مخترقة الى اقصى درجة تتخيلها لانه طبعا كده ما كلمتكش بقى عن يهود الدنما اللي هم بتوع سبتاي او محمد عزيزة فاندي ودي عز حلقة الوحديها لان دي بقى اللي اسست حاجة اسمهم ايه اسمهم اليهود المسلمين او المسلمون اليهود ودول ظاهرهم الاسلام وبطنهم اليهودية والنفاق وليهم قصة كده هبقى عمل لها حلقة الوحديها ان شاء الله رب العالمين طبعا الطبور الخامس اللي هو حوالين السلطان وتحتيه وكده بيبعد تقارير عن السلطان دايما للمخابرات الغربية فطبعا المخابرات الغربية استشعرت الخطر من هذا الرجل اللي هم كانوا مستضعفين واصلا وكانوا فاهمين ان هم يحطوا عروس مصرح وقيال مآتة مش اكتر من كده لان في الوقت ده اللي كان بيدير الدولة في الحقيقة هو الطبور الخامس سواء الاتحاد والترقي فاكرين لو سمعتوا عن جمعية مصر تركيا الفتاة والفرقة اللي هم كانوا حطينها دي ودول كلهم كانوا من يهود الدولمة واللي ما كانش منهم من يهود الدولمة كان متأثر بالفكر التغريبي ومنبهر في حياة الغرب والغرب بيغلقوا في الاموال فعشان كده هو ولاء لهم وكذا وكانت القصة الحزينة دي تشغالة ولذلك كانت اخبار الدولة العثمانية كلها على مكتب المخابرات العالمية وبعد ذلك ده خلاهم عرفوا خطورة السلطان عبد الحميد وهم بيجهزوا ونوين يخشوا على الحرب العالمية الأولى في الوقت دوت ليكت 1914 على ما اعتقد وطبعا لو هم عملوا الحرب العالمية الأولى والسلطان عبد الحميد في السلطنة ممكن الحسابات تتغير وممكن دولة فيهم تحاول تكسب ولاءه لأنهم عارفين أنه له اتجاه معاد للآخرين ممكن حد يفكر يتحالف معاه وخايفين الروس من وراء كمان يعني عندهم حسابات من كل الاتجاهات فطبعا ما كانوش مستعدين أن هم يعملوا الحرب العالمية الأولى وهو السلطان عبد الحميد مازالوا إيه سلطان إيه اللي حصل شيطانوه باختصار عارفين اللي حصل للدكتور مرسي رحمة الله عليه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر هذا الرجل عملوا عليه إيه عملوا له عملية شيطانة بقم يقولوا عليه كلام هو ما عملوش ويتهموه اتهمات ما حصلتش واللي بيتهمه عارف أنه بيتهم واحد بريق ونفس النسخة عملوها بالضبط مع السلطان عبد الحميد بس اللي حصل إيه المصريين ما كانوش مسدقين حاجة على الدكتور مرسي لكن ما يقدروش أن هم ينصروه الأتراك بقى في الوقت ده كانوا يقدروا ينصروا السلطان عبد الحميد لأن الأسلحة مش قد كده يعني مش حديثة زي الأسلحة بتاع النهاردة والناس برضو في بيوتها أسلحة وكده يعني كان الموضوع إيه كان الموضوع ممكن لو الشعب تعاطف مع السلطان كان ممكن يفعل شيء لكن هم عن طريق الإعلام بتاعهم وعن طريق يعني إعماء البصيرة إيه اللي حصل خلوا الشعب يعني يكره السلطان بشكل غيب جدا والسلطان يحذرهم ويقول لهم هيحصل كذا ومش عرف إيه وبتاع وكذا لكن هم خلاص هم اللي في دماغهم أن السلطان بيقول الكلام ده لأنه مش عايز يسيب إيه السلطانة ومش عايز يسيب المنصب بتاعه هكذا يفكرون فضلوا على هذا الحالم والشباب لحد ما عزلوا السلطان عبد الحميد وبعد ذلك تنفل أيام بقى وترجع ويرجع الشعب بقى يندم ويقول لك السلطان كان معاه حق وحذرنا واحنا ما سمعناش الكلام لكن الندم دايب الشباب في وقت ما ينفعش فيه الندم دي واحدة من قصص السلطان خلوني أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم